وهي علاج مرض السكر من النوع الثاني طيب 2 في 30 يو يا جماعة الموضوع ده مش خيال النتيجة دي يا جماعة مش نتيجة 50% ولا 60% ولا 70% النتيجة 100% فرجاء الناس اللي تكتب تعليقات سلبية أو كده انت مش معنى ان انت لا تؤمن مش معنى ان انت لا تؤمن ان السكينة لو حطيتها على ايدك بطيطة على ايد ان هي مش طيطة على ايدك مش معنى ان انت مش مومن الطريقة دي مش هتجيب نتيجة مش معنى ذلك ان هي مش هتجيبت النتيجة اسمح لنفسك في البداية ان انت تجرب الطريق الاول بالشكل ان انا اقولك عليه تنفذها تيجي تشكرني بعدها تقولي شكرا يا دكتور احمد بالفعل حياة اتغيرت سبت الادوية اللي انكم تماشى عليها حياة اتغيرت من بعدها خلصت من مرض السكر هلونا نخش في الطريقة مرة واحدة علشان ما ضيعش الوقت بتاعكم خلونا بقى نخش في الطريقة بتاعتنا بشكل مباشر الطريقة بتاعتنا كالتالي طبعا اقولنا الدراسة ديت اتعمالهارك الاتحاد الياباني للامراض وكانت النتيجة بتاعته حسب ما قال مش 50 با سبين في المية ولا تمانين في المية ولا تسعين في المية النتيجة مية في المية. ما نيجي نقول نتيجة مية في المية يعني انا بيتكلم في موجزة. ما نيجي نتكلم في موجزة بنتكلم عن العلاج بالهايدرو ثيرابي. او نقدر نقول الهايدرو ثيرابي العلاج بالماء. ايوة بالفعل زي ما انت اسمعت كده ان نستطيع ان نعالج مرض السكر من الماء جوجال واجعلنا من الماء كل شيء حي. هنقول ان سمين في المية من الجسم مية. ان تسعين في المية من الدم بتاعنا مية. اي نقول إن المياه هي الوسيلة التي تنقل جميع العناصر الجزائية خلال الجسم نقول إن المياه درها ومن أدوارها الأساسية تنشيط العملات الحيوية في الجسم كله نتكلم عن المياه نتكلم عن صفر سعرات حرارية نتكلم عن المياه نتكلم عن التخسيس نتكلم عن المياه نتكلم عن علاج أمراض مختلفة وهنفرد حركات بشكل مخصوص في هذا الأمر قلونا نخش بقى في الطريقة طيب الطريقة إزاي حضرتك شاء وقتنا يعني بالمياه اللي هي حاجة غير مكلفة هندي بس شوية شروط كده في البداية المياه بتاعتنا اللي هنستخدمها في العلاج بتاعنا تبقى نظيفة يعني مش مليانة النسبة أملاع عالية ولا تعمل مش تبقى مياه من حنفية كل اللي إنت محتاجه فلتر أو تشتري مياه معدنية من أي مكان جنبك يبقى كده يبقى التنبيه ده كده رقم واحد تاني حاجة في طريقة الاستخدام نلتزم بعدد الأكواب اللي هنقولها بالزبط يعني نلتزم هذه يعني تم استخدامها بطريقة ما وهنتكلم عن تحذير في النهاية برضو هنتكلم عن تحذير في النهاية برضو بص يا جماعة لازم نمشي بالقاعدة الأساسية أي حاجة أي حاجة بتزيد عن حدها بتنقلب لضدها فبالفعل المياه زي ما هي مفيدة لو خدناها بكميات مفرطة هيبقى لها أضرار سودة برضو ما نقول المفرطة يعني بناخد بكميات كبيرة قوي كميات كبيرة قوي لدرجة أن ممكن الصدر بتاعنا ينزل معانا في البول فهتقل نسبة الصدر يعني موال وكصة واشتغالة كبيرة ممكن تعمل لنا مشاكل في الدماغ وتعمل لنا مشاكل في الجسم المختلفة فبنييجي نتكلم يبقى بنلتزم بالكميات اللي أنا بقولها دي بالزبط أول ما نصحى من النوم أول ما نصحى من النوم قبل ما نعمل أي حاجة قبل ما نتوضى قبل ما نصلي قبل ما نسمح مضطика قبل ما نعمل أي حاجة نشرب أربعة أكواب أربعة أكواب ماء دافع على الريق هنشرب أربعة أكواب ماء دافع هنги نقول أربعة أكواب ما دافع يعني مش خمسة يعني مش ثلاثة أربعة أكواب ماء دافع يعني ريق في ناس هاتي MILL lleves واحدها يا دكتور طب حجم الكوباية بتاعتنا إيده لحظة واحدة جب لكم شكل الكوباية أو الحجم التي تجع بها بقى ايده 1300SS 60مل حجم الكوب 130مل أربعة أكواب مياه دافية أجم الكوب 160 أكواب مياه دافية هل تفاصيل مهمة جدا أو شخص ما تتكلم عن إلاج لاشي注意 تفاصيل يسبق عليها بأن هذا هو رقم واحد use the rays conference stick and press it أول سنجب نزحي من نوم قبل mà نعمل أي شيء سنشرب أربعة أكواب مياه دافية kamer 640مل لكنها ت understandable %$ predictive مية دافية خمسة واربعين دقيقة. هننتظر خمسة واربعين دقيقة مش هنحط اي حاجة في بقنا. اي حاجة في بقنا. ولا مية ولا اكل ولا اي ولا ترمس ولا مسليات ولا بتاع ولا اي لو هتاكل يحط عليه لازق. شوف لدرجة ايه بنون. هنشرب اربعة اكواب مية دافية على ريق. هننتظر خمسة واربعين دقيقة. هننتظر خمسة واربعين دقيقة ما بين شرب المية وواجبة الفطار بتاعنا. يعني انت دلوقتي بداية واجبة واجبة الفطار بتاعنا هتكون بعد شرب المياه بخمسة واربعين ديجئة ايوه كده وبكده نكون خلصنا نص الطريقة النص الثاني بعد كل واجب بعدنا ثلاثة واجبات في اليوم فطار غدا وعشا بعد واجبة الفطار هننتظر ساعتين هننتظر ساعتين بعد كل واجبة مش هنحط اي حاجة بقنا على الاقل تمام وبكده الطريقة بتاعت تكون خلصة هتقول يا دكتور انا هتخلص مرض السكر من نوع الثاني في ثلاثين يوم لو استخدمت هذه الطريقة فقط ايوه لو استخدمت هذه الطريقة فقط هتتخلص من مرض السكر من نوع الثاني طبعا الناس كانت بتجيلها لها مش كنا بنقولهم هذه الطريقة عشان كان موضوع تجروها في البداية والناس اللي بتتابع معنا في الحالات وفي ناس باسمها دلوقتي تتذكر هذا الكلام تعافيت معنا من مرض السكر من نوع الثاني وعندنا في ايادة التغذية اللي موجودة يا جماعة في أسينيور والناس الذين يتابعون معنا في عادة السينيور تعرفوا كمي اللي احنا بيقولوا ده كويس أول فنحن مش بنقول لكم كلام مثلا وليكن هو أنا دلوقتي جاي جرب عليكم لا ده أنا عادية مرحلة التجربة يعني برضو ما خدش الدراسة بتاعت الاتحاد الياباني للأمراض في نهاية شيء مسلمي قدت أستعملها أقول لناس نمط الحياة الصحي وتكلم في نمط الحياة الصحي وأقول لهم على الطريقة يستخدموها لكن ما أقول لهمش هينعالج مرض السوق لكن ما كنا نشوف تحليل قبل ونشوف التحليل بعد ينلاقي تغيير جازري تعالجه بشكل كامل في 30 يوم والله في ناس لم أكملتش المدة دي بس الدراسة بتقول 30 يوم التازم يا جماعة بال 30 يوم التازم يا جماعة بال 30 يوم وبعد كده بادعولوا دعوة صالح والنا بقوله لك بشكل قوي التازم بس هنعيد كده الكلام اللي احنا قولنا بشكل سريع أول ما نسحى من نوم قبل من نعمل أي حاجة قبل من انتوضع قبل من نصلى قبل من نعمل أي حاجة نشرب أربع أكواب مية دافية على الريق بعد شرب الاربع كمية دافية هننتظر خمسة واربعين دقيقة مش هنحط اي حاجة في بقنا بعد الخمسة واربعين دقيقة هناخد واجبة الفطار بتاعتنا عندنا تلات واجبات في اليوم ما بين كل واجبة والتانية ست ساعات على الاقل ممنوع اكل اي حاجة بعد اي واجبة ممنوع اكل اي حاجة بعد اي واجبة لمدة ساعتين يعني بعد واجبة الفطار هننتظر ساعتين مش هنأكل اي حاجة تاني بعد واجبة الغداء نفس الكلام بعد واجبة العاشة نفس الكلام وبكده نكون خلاصنا طريقة بتاعتنا بس هناك هتحذير ه كما قلنا كده. شرب المياه الكتير مفيد جدا لكن ليس كثير للدرجة انه يوصل لفوق المعدلات التبيعية التي يجب ان اخذها. نحن نعرف المعدل الطبيعي من المياه. بالشكل بسيط. اعرف المعدل الطبيعي من المياه ان اقسم الوزن بتاعي على 8. يعني لو انا وزني 80 كيلو. لو انا وزني 80 كيلو. لو اسمني على 8 يبقى كم؟ يبقى 10. يبقى العشرة دمت عشر الاكواب اللي انت مفروض تشربهم يوميا. الحد بالادنى اللي انت مفروض تشربه يوميا 10 اكواب. لو زيت وصلت 12 كوب وصلت الى 13 كوب وصلت الى 14 كوب ماشي لا يوجد اي مشكلة. بعض الاطباء ممكن يعملوا حضر الفيديو عشان كده عايز كل الناس بالاسسناه. تاخد الفيديو ده وتنشره على قد ما تقدر. تدوني والله يا جماعة. قد تنقذ حياة انسان. ومن احياها فكأنما احيا الناس جميع. مش هتكون مبسوطة لماذا والدتك بدل ما هي ماشية وعمالة تلفة على الدكاترة كده. وما تقوى ما تبشى على الطريقة وبعد كده تتعالج. وتشوفها هي صحيا بخير ومبسوطة. وبدون مرض مش هتكون مبسوط. عايزين ندخل البهجة والسرور. احب الاعمال الى الله. ادخال سرور على قلب مسلم. قد تنشر الفيديو ده. وواحد يتغير. وعلى ايدك. وبكده يا جماعة يكون الفيديو بتاعنا. وبكده يا جماعة يكون الفيديو بتاعنا انتهى. مش هكد عليكم الدالة على الخارجة فاعلة وانشيروا الفيديو. ده كده رقم واحد. اي حد عنده اي استفسار سبقوا له بالتعليقات تحت. هنرد على كل الاستفسارات. شكرا ليكم. كان معاكم الدكتور رحمة عطية الداشان. دمتم تصحة وعافية. اشتركوا في القناة